ألانا ينضم إلينا السيد أوليج عبد الراشيدوف المختص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من تشقند عاصمة أوزبكستان سيد أوليج يعني أنا قرأت الخبر لكنه لغير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات يبدو غامضا بعد الشيء كيف يمكنك أن تشرحه لنا سيد الكريم منذ بداية الغزوة الذكاء الاصطناعي الكثير من المواطنين بدأوا في استخدام بعض البرامج الذكاء الاصطناعي مثل تشاة جي بي تي والتي تعزز من قدراتهم ورأينا بعض الانتشارات الرهيبة لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة منحي الحياة وأيضا هذا يطرح أمامنا بعض الإشكالات التي تجيب عليها الحكومة كيف يمكن أن تسمح لهذه المنتجات أن تندمج في حياتنا بشكل وقعي في عدد من المجالات كيف يمكن استخدامها في حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق النسخ والطبع وذلك تأمين وحماية البيانات وسرية البيانات كيف يمكن توظيفها لا يمكن توظيفها بشكل يسير بدون أن نتفهم ما هي وآلية عملها بشكل دقيق وكذلك هناك محاولات لتحديد الأسس الرئيسية لتلك التكنولوجية وكيف يمكن تنظيم القوانين ذات الصلة بها في المستقبل هل ما فهمته أنا صحيح وسأقوله لك باختصار أنه هناك سعي لكي يتم تقليص سيطرة الدول الوطنية على تدفق المعلومات وأنه يكون هذا التدفق معولم أكثر وتغل أياد الدول الوطنية من أي سعي لتقييد هذا التدفق ما قولك سيد الكريم إن آلات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها التي رأيناها وتختلف في أنواعها مثل تشات جي بي تي في بعض الدول بناء على قوانين الخصوصية وانتهاك خصوصية المعلومات إيطاليا من إحدى الدول الأولى التي اتخذت خطوات جدة في هذا الشأن ولن تكون الأخيرة هناك اهتمامات مشابهة في كندا والولايات المتحدة وكذلك في القارة الأوروبية والمنظمين لتلك القوانين لحماية المعلومات أيضا وضعوا بعض الأحكام والقوانين ويبحثون ويسعون إلى تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي لضمان أن هذه التكنولوجيات تتوافق مع الإطار القانوني العام وبالتالي هذا يطرح أمامنا مسألة خصوصية البيانات وتدفق البيانات إن معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أيامنا تتعلق باستخدام البيانات وبشكل غير مقدوة تتيح الوصول إلى الكثير من البيانات المتراكمة في منصات رقمية ومن الواضح أيضا هناك بعض الدول التي تحاول الاستفادة القصوى من تبادل البيانات بشكل سريع وتدفق البيانات ومن تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهم يحاولون إيجاد السبل لتحقيق التوازن وسد كافة الفجوات لديهم أعتقد أن بعضا على سبيل المثال بعض الدول الروبية تبحث على كافة السبل لتأمين خصوصية البيانات والشركات الأمريكية كذلك لديها نفس الاهتمامات وكذلك الصينية فبالتالي هم يحاولون إيجاد الأسس العامة لكيف يمكن لمجموعة السابعة وضع قوانين لتبادل البيانات والمعلومات وعلى الجانب الآخر يرغبون في ضمان حماية الحقوق الإنسانية وحقوق الأفراد وأعتقد أن هذا يعتبر عمل كبير وله أثر هائل مما يتيح التفاهم المشترك لضمان تنظيم أفضل لجودة المعلومات فبالتالي مع كل هذه العناصر نحن نبحث على الانتقال الأساسي للمرة الأولى في تاريخ البشرية أن الحكومة تنظم شيئا غير بشري وبالتالي ومن وجهة النظر هناك اهتمام كبير لدى الكثير من الأطراف كيف يمكن توظيف وتنفيذ بعض القوانين والأطر القانونية لتنظيم الأعمال غير البشرية لتنظيم تصرفات الآلة وأحد التحديات وممكن أن يكون عائقا هو شرح تكلينجيات الذكاء الاصطناعي وهي تعتبر مثل الصناديق السوداء الغامضة ليس لدينا أي فكرة ما يحدث داخلها وفي كثير من الحالات المهندسين الذين يديرون هذه الأنظمة والذين صنعوها لا يستطعون حتى شرح آلية اتخاذ القرارات فبالتالي هذا ما يجعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا تتسم بالتحدي للجميع وهي إحدى الأدوات ذات القوة الهائلة بالطبع وهذا تصبح خطرا دائما سيد رشيدوف سؤال الأخير ينطلق من كونك تحدثنا من بلد إسلامي أوزبكستان وله خصوصية ثقافية بعينها وهذا يتشابه كثيرا مع الحالة العربية في عمومها ألا يشعر أصحاب تلك الثقافة المختلفة أنهم مهددون بنوع جديد من عولمة التكنولوجيا عولمة التدفق المعلوماتي وأن ذلك يجعلهم مثلا عرضة لأفكار ربما تتناقض مع أعرافهم وأخلاقياتهم كهجوم أفكار متعلقة بالإباحية والمثلية إلى آخره وأنت أدر يعني أعتقد أن مسألة كيفية توظيف القواعد الأخلاقية للمجتمعات البشرية في تطبيقات ولغريتميات الذكاء الاصطناعي هو عمل تكنولوجي كبير ومسؤولية تكنولوجية كبيرة لا بد من تحقيق الموائمة وإيجاد السبل لتقديم الشرح المناسب للغريتميات الذكاء الاصطناعي ما هي العادات والأعراف الثقافية وكيف يمكن لهذه البرمجيات والتطبيقات أن تتوافق مع ثقافات المختلفة وكيف يمكن استخدامها في السياقات المختلفة حول العالم فبالتالي وفي هذه المرحلة التكنولوجية لا يمكنها الإجابة على هذه المسائل ولكن الأشخاص والمواطن هم من لديهم القدرة على ذلك هم من يعرفون كيف يتبناء الروابط الأخلاقية وإضافتها إلى التكنولوجيا المستقبلية فبالتالي بعض البرمجيات المفتوحة لذكاء الاصطناعي هناك الكثير من المشغلين الذين يقوموا بتدريب هذه الآلات لوضع أطر افتراضية وقوانين افتراضية عند التفكير بشأن الحلول للأسئلة المطروحة عليها بما يتوافق أخلاقيا مع أفراد بعينهم أو مجموعة من الأفراد بعينهم هذه المشكلة لم تحل تماما ولا سيما قلة التنوع الثقافي بين مدربين الآلات التي تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي لأن معظم العاملين على تعليم الآلة ربما يؤثرون على مخرجات هذه الآلات لأنهم هم من يدربون هذه الآلات وفقا للثقافات في المناطق بعينها والتي تختلف من بقعة إلى بقعة وربما يتم تدريبهم على فهم تصرفات الأشخاص والأمر يعتمد على من يدرب هذه الآلات فبالتالي أن التطور في ذكاء الاصطناعي والتطور الأخلاقي يتطلب عمل هائل لدمج الطيف المختلف من الثقافات البشرية فبالتالي نرى شيئا لا يتعلك تماما ولا يتوافق تماما مع مجموعة معينة من الأفراد ولا يحترم مجموعة معينة من القوانين وفي هذا الشأن لابد أن يكون هناك جهد أكبر من جانب الحكومات والأمم وكذلك للإضافة وتعليم الآلات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشأن هذه الأمور الأخلاقية نعم سيد الكريم نعم سيد رشيدوف النقطة الأخيرة التي تفضلت بها في غاية الأهمية قلة التنوع الثقافي لمدربي آلات الذكاء الاصطناعي حتى الآن مشكلة خطيرة تواجهنا نحن بالأساس لأن من يدربونها ينتمون إلى ثقافة الآخر شاكر جدا لسعادة أوليج عبد رشيدوف المختص في الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من تشقند الذي شرفنا من تشقند عاصمة أسبكستان